الأخت أم نور من قطر بارك الله فيها تقول يا شيخ تجيني أحلام متكررة أني أقرأ على شخص ممسوس ويكون قريب أو شخص بعيد وعندي ألم في الرجل اليمنى والإسار يومين جمعة والخميس وصداقوي عندما أتجمل ويرحل عني عندما أمسح وجهي أم نور من قطر بارك الله فيك شفاك الله وعافاك وكتب الله عز وجل أجرك أخت الفاضلة أولا يعني الجواب على السؤال الشق الثاني أنك تجدين آلام وتجدين كذا وكذا بمجرد أن تضعي يعني الزينة ثم لما تمسحين وجهك يذهب هذا والله أعلم أنها عين عين حاسد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق وجاء في حديث العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك فهذه يظهر والله أعلم أنها عين فأنت بارك الله فيك تقرأ على نفسك ويظهر والله أعلم مع أني لا أفسر الأحلام أن هناك ربط بين الرؤية وبين ما تعانين منه وكأن المقصود أنت فلذلك اهتمي بالرقية على نفسك أنت اقرأ الفاتحة اقرأ المعوذات اقرأ شيء من القرآن بنية الاستشفاء وإذا شككت في امرأة أو إنسان تقولين احتماله الذي أصابني بالعين يعني فطربي منه الوضوء يتوضأ واغتسلي بهذا بمع الوضوء أو بداخلة إزاره مع الوضوء يتوضأ في إناء ومع داخلة إزاره تعصرين يعني الفانيلة مثلا أو الثوب اللي يعني هو أقرب شيء إلى البدن يغسل ويعصر في إناء وتقتسلين منه وإن شاء الله ما ترين إلا العافية اشتركوا في القناة